اشتركوا في القناة حكومة السودان أخذت الوقت اللازم لإعداد مشروع القانون الموازنة بالإضافة إلى أن حكومة القاظم سبق وأن أعدت مشروع القانون لكن حكومة السودان أجرت بعض التغييرات البسيطة في المسودة مضيفا أنه في حالة إرسال مشروع قانون الموازنة خلال عطلة مجلس النواب فإنه من المفترض أن يعلق الأخير عطلة للمباشرة بالمصادقة على الموازنة كشفت وزارة التخطيط عن أبرز بنود الموازنة العامة للعام المقبل 2023 وعن سعر النفط المتوقع والتخصصات المضمنة فيها لجميع القطاعات أقلت الوزارة أنها وضعت أكثر من سعر لبرميل النفط في الموازنة العامة لعام 2023 في الانتفاق بين وزارات النفط والمالية والتخطيط والبنك المركزي يبدأ من 65 ويصل إلى 75 دولارا مضيفة أن هذا السعر سيبقى متغيرا حتى لحظة الحسم بدلا من تقديم الموازنة بعجز كبير أعلن الأردن أن العراق أصبح رابع أكبر مستورد للمنتجات الصناعية الأردنية خلال الأشهر الأحد عشر الماضية من العام الحالي وقالت غرفة صناعة عمان إن الهند وأمريكا والسعودية والعراق استحوذت على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال أحد عشر شهرا الماضية استورد العراق معظم السلع والوضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعدما كان الأردن سوقا كبيرة للعراق في فترة التسعينيات من القرن الماضي سجلت الليرة السورية تدهورا قياسيا جديدا في السوق السوداء لتتخطى عتبة ستة ألاف ليرة مقابل الدولار الواحد إنهير الليرة يأتي بالتزامن مع تفاقم أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد لإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ترافقت مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانقطاع شبه دائما للتيار الكهربائي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده سترفض بيع النفط لأي دولة تطبق السقف السعري الذي فرضه الغرب على النفط الروسي وأضاف بوتين أن بلاده قد تلجأ إلى تخفيض الإنتاج إذا لازم الأمر في خطوة تعتبر ردا على اتفاق مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا الأسبوع الماضي على فرض سقف سعريا على النفط الروسي المنقول بحرا يبلغ ستين دولارا للبرنيل الواحد ولان هذه انتقال سريع مشاهدين الكرام إلى أسعار صرف العمرات الأجنبية وأسعار المعادن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله